اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وكمان بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف دايما بنكون صعداء ان يكون موجود معنا لانه مميز جدا جدا على مستوى التحليل على مستوى الارقام دايما ينورنا ويشارطنا النقد الرياضي المتميز احمد مجدي ابو حميد مساء الخير عليك مساء الفول يا كابتن وشكرا للكلام الجميل دوت واردك لا استحق انا بابقى سعيد وانا موجود معاكم ربنا يخلي حضرتك يا كابتن عندنا كلام كتير النهاردة قوي عندنا ملفات على الدور الانجليزي والكاس الاتحاد الانجليزي لكن خلينا نبدأ بملف النادي الاهل بطولة الافرقية وشايفها ازاي بانطلاق طبعا دلوقتي اعتقد الجولة التالتة من دور المجموعات شايف المنافسة ازاي من خلال الاربع مجموعية الموجودين وهنتكلم اكيد على مكشنا المهم جدا امام المريخ يوم السابط ان شاء الله يعني بالنسبة للمجموعات بشكل عام ما كانش فيه مفاجآت كبيرة يا كابتن يعني المجموعة بتاعت الترجي والنجم الساحل وشباب بلوس ده المجموعة العربية الشمال الافريقية صحيح كانت هي المجموعة الاكثر تنافسا على مستوى المراكز التالتة الاولى وده ما كانش مستبعد مجموعة الاهلي اتعقدت جدا بين اصحاب المراكز التاني والتالت والرابع بقى المجموعة كلها امل بسبب الخسارة للمفاجأة قدام سون داونز مجموعة الوداد والزمالك مرشحة انها تكون برضو تنافسية اكتر في مقابل ان الزمالك لازم يكسب المجش الجاي على ارض ويكسب الوداد لو حصل دوت المجموعة دي هتشتعل جدا خصوصا هيزداد اشتعلها لو سجراد عارف حق اي نتيجة ايجابية مع بترو اتليتكو في المباراة القادمة وان كان دا مش مرجح لان بترو اتليتكو عايز يحسم التآهل قبل ما يلتقي بالوداد والزمالك ويبقى فيه تباين مصالح يعني لو وقت ما الوداد او الزمالك يبقى فيه مصلحة ان هم يكسبوا بترو اتليتكو هيعرفوا يعملوا دوت لان فرق الكواليتي اي ان كان بيكون اعلى ولكن هو عنده فرصة يحسم موقفه قدام سجرادة لو حصل موقفه والوداد تلقى اي هزيمة او تعصر قدام الزمالك اعتقد المجموعة تفتحت على كافة الاحتمالات بالنسبة للأهلي للأسف الخسارة اللي فاتت هي دخلتنا في حالة شك بس احنا كلنا ثقة في الفريق انه هو ما دخلناش في حالة شك من الفريق ولكن يعني خلانا نتكلم من الناحة الرقمية سندونز يقدر دلوقتي انه يحسم المركز الاول ولو كان كلنا كمشاجراء لبنى بقينا في كيميا بيننا وبين المركز التاني في المجموعات بني بعتمين احنا نكسب بطولة في اخذ ان شاء الله لكن انا دايما بوقف عند النقطة دي اكيد ان شاء الله خبراتنا واعتقد كمان ردة الفعل اللي بانت في مباريات الدوري او مبارات الدوري اللي تلت طبعا الهزيمة من سندونز كانت فيه روح مختلفة وداء مختلف لكن دايما يبقى طبعا الحلم الافريقان المتواجد عايزين ناخد الثالث على التوالي الحداشر في تاريخنا لكن قلنا رؤيتك لحتى لمباراة سندونز استعواز كامل لكن في الاخر نتيجة 1-0 شفت المباراة ازاي انا شفت المباراة انه يعني كان فيه توتر كبير جدا في الامطار الاخيرة من تلتنا الهجوم كله توتر ما كانش يعني اللمسات الاخيرة بتبقى مهمة جدا في المنشاط الكبيرة دي واللي كان بيميز السبب واي يا احمد يعني التوتر ده لما بيكون انت تحت ضغط عالي تحت ظروف مباراة نهائية او او انت شافي للتوتر واللمسة الاخيرة كان لعبة النادي الاهل مفتقدينها لي احيانا يا كابتن لما بيكون المهاجم الهداف الاول بتاعت مش موفق ده بيبقى متوتر هو نفسه متوتر كلعيب بس بينسحب على الملعب كله الملعب كله يعني احنا عندنا فيه غياب توفيق عن محمد شريف لحد قبل ما تشفرقه مثلا ده بينسحب على الملعب كله بالذات التلت اللي قدامه حضرتك لعيب كرة كبير وعارف الكلام ده لما رأس الحربة يبقى عنده مشكلة هدفية هو بيبقى عايز كل كرة تروح له عايز كل الحلول تبقى من عنده وقت ما هو مثلا طلع ونزل مكانه حسام حسن وجدت كرة في الستة حسام حسن مشحون ان انا لازم اجيب علشان شريف طلع الكلام ده بيحصل فاقي فريق كرة لانه بس عموان بيبقى فيه تنشن عكس لما يبقى يعني لعيب او اتنين عندك في التلت الاخير دايما موفقين لما ده بيحصل كل الفريق بيبقى مسترخي لما بيوصل الامطار الاخيرة بيبقى هادي زي هذا اللي حصل لما شوفنا الكرة بتقفشل لما الكرة هو والشبكة تقريبا فهو عايز بالنسبة له الأضمن بالنسبة لأفشل ان يحط بطن رجله دلوقتي في حين ان كان فعلا من الوارد ان هو مثلا يدوس عليها ويطلع عدد زيادة يا اما يحطها مباشرة بوشرب له غير ان فيه عامل بصراحة كان في ماتشان دونزن احنا ما كناش موفقين يعني ما كناش موفقين خلص ده بيحصل هو اليوم كان اوف تماما مع وجود ما فيش فار فمسلا كرة كرة حرس المرمى اللي مسكها يعني ممكن تكون برا ممكن تكون جوه لو كانت اتحسب الضرب الجزاكت فتحت لك الماتش اعتقد ان احنا عملنا ماتش كويس جدا ندل انا عمل ماتش ممتاز جدا جدا ولكن فرقت شوية نما الوقت بيزيد وده اللي عايز اقف عنده لاني وارد جدا يعني الحمد لله الواحد لقى بكرة كتير جدا وبقى فيه مباريات بتطلع منها زعلان قوي قوي طبعا كل مباراة بتقسر فيها بتطلع زعلان لكن مباراة بشكل مباراة النادي الاهلي مع سانداونز وعدم توفيق واضح عملنا كل حاجة في الكرة لكن عدم احراز الهتف وتيجي حتى احنا كان بالنسبة لنا وبنسبة لعبة النادي الاهلي وجهز الفاني ان سفر سفر بالنسبة لنا مش كويس وبتيجي في اخر مباراة بيجي فيه جنفة دي مباراة ناخد منها ايه بقى يعني دي برضو عايزين ناخد منها ايه ونروح به على مباراة مهمة جدا ومباراة مفصلية في مشوارنا امام المريخ السوداني يعني زي ما بيقولوا ربا ضرات النفاع يا كابتن انا افتكرت في الماتش ده ماتش فيدا كلوب بتاع السنة اللي فاتت ماتش فيدا كلوب دوت اعتقد انه فرق جدا في مصار البطولة كلها ان احنا مثلا نروح لجون عشرين خمسة وعشرين مرة وما نسجلش اعتقد التعليمات كانت اكثر حدة او هتكون اكثر حدة في الوقت اللي جاي ان ما ينفعش انضيع في التمنتاشر كل دخول التمنتاشر لازم يكون بأعلى كواليتي في الانهاء والكلام ده لانه لما الدنيا بتتيسر احيانا اللعيبة بيخلطها شوية من الثقة الزايدة احيانا بتأثر معاك لما في دور التمانية في دور الاربعة بتواجه خصم كبير بتواجه خصم عنده استعداد انه هو يتحمل عبء المبارزة يما بيقوله ويطلع لك بكرة واحدة بس يخلص عليك هي دي الميزة الاهمية في ماتش سن داونز والميزة التانية اللي في ماتش سن داونز نحن ما نطولش الماتشات الماتش ما يطولش مننا لانه انا ضغطت بقات مكسيمم يعني خمسة وتلاتين دي لازم بقى فيه هدف يعني لازم بقى فيه هدف او لازم تبقى الفوق لانه احنا برضو كنا متأسلين جدا في شرط الاول وما ينفعش ننكر ده سن داونز لعب علينا كورة كويسة في شرط الاول يعني انا مش مع نغمة تقزيم سن داونز لا بالاكس يعني وفريق كبير لا فيه نغمة سائدة انه ده مش سن داونز اللي مش كده العمل انه هو نزل مصر عايز يكسب هو مش عايز يفتح خطوط مش عايز يعمل ده بس وقت ما تاج ياخد الكورة في رجله عمل ده عمل ده بسهولة يقدر يحتفظ في نص البلعب وقدر يعمل يعمل شوتين مميزين وده ما يقللش من النادي الاهلي تلاعب واحد من اقوى الفرق في القرى كلها فاعتقد ان لا يعني فيه تجارب فيه خبرات كتيرة ممكن والاهم في ماتش سن داونز يا كابتن انه بصراحة التعامل الاهلاوي مع الماتش كان ممتاز جدا جدا على مستوى الادارة وعلى مستوى الجميل وعلى مستوى اللاعبين واللي ساعد في كده ماتش فارقه لانه احنا بصراحة ما حسيتش الضغط تتصدر بشكل كبير على اللعيبة من بعد المباراة كله بيفكر ان المجموعة لسه في المتناول كله بيفكر انه اووروبا ضرات النافعة اقل رقم اللي احنا كنا عايزين استمر فيه ان احنا نفضل سنوات طويلة من غير الهزيمة في استاد قاهرة قصر للأسف ولكن زي ما بنقول احنا انت المشوار بيتكسر عشان تبدأ مشوار جديد وده اللي احنا ممكن نستفيده بمجرس ان داونز طيب مباراة المريخ انت شايف المريخ السوداني ازاي في زل النتائج الاخيرة وايه النادي الاهلي يعمله خلينا نكلم فنيا لحسم مباراة يعني حسم مباراة ايا كانت دايما بتكلم مباراة 90 دقيقة او 92 او او فانك دايما بتكون اولا محافظة على شبكتك نديفة وانك اكيد هتجيب جون يعني عاجلا ام اجلا ايه اللي انت شايفه ان النادي الاهلي يقدر يعمله عشان يحسم هذه المباراة المهمة جدا يعني طبعا زي ما قولنا ماتش سن داونز ادى قبلة حال المريخ اكتر من احد المريخ كان بالنسبة له الفوز على الهلال يعني فوز بالنسبة ليه للهلال فوز يحسم صراع الثالث والرابع مش اكتر ولكن لما الاهلي تعصروا بالهزيمة فبقى معناه ان هو الند الاساسي ليه في المجموعة دلوقتي هو المريخ المريخ والاهلي هم الانداد الحقيقيين على المركز الثاني والمركز الثالث لان الهلال بعيد جدا ان هو يكسب الاهلي وسن داونز يعني يكسب الاهلي في القاهرة ويكسب سن داونز عنده ويكسب المريخ الثاني في الدربي فالعملات عقدت على الهلال اما المريخ خبات العملية متاحة لو عرف يطلع نقطتين من المرشين الجايين هو ده اعتقد اربع نقاط صحيح المريخ مع اربع نقاط وفي المركز الثاني ورا سن داونز له سبع نقاط احنا معنا نقطة واحد احنا الهلال بس احنا متأخرين بالمباراة عن المجموعة مع عدل المريخ يعني هو نقاط مباراة اللي هي النقصة ما بينه وبين المريخ بالضبط اعتقد اللي حصل في مرش الاهلي وسن داونز هو اللي خلي المريخ نسمع عن انه بدأ يقول انه مرش العودة ممكن ما يتلعبش في استاذ السلام لانه معاه لسه مهل عشر ايام كاملة قبل المباراة معاه في الحد يوم المباراة انه يقول لحد ده قبل المباراة بعشر تياما يقول انا اقدر اغير الملعب فاعتقد انه هو السيناريو اللي حصل ده اعتقد انه ممكن يخلي المباراة نسبة انها تلعب في القاهرة مش كبيرة زي ما كانت وكنا متخانين ويلعب المتشاك كلها في القاهرة فبالنسبة للنصاح الفنية يا كابتن انا شايف انه يعني ابني على مباراة فاركو تماما الفريق ده مش هياخد منك الاستحواز مش هيحب ياخد منك الاستحواز في القاهرة من المفضل ان احنا نلعب 4 2 3 1 زي ما لعبنا بها متش فاركو بالزبط انا متفاهم بعض التحفزات اللي مسيماني بيحب يدخل بها المنشطة الافريقية انه يلعب 3 4 3 ويرحل حمد فتح وراء يضمن كافة يعني المساحات الملعب في الدفاع سواء من نص الملعب الدفاعي او من قط الدفاعي كله يبقى كله في مواقع وكله متمرس حسابات بقى الحسابات الصغيرة والديتيلز الصغيرة يمكن بعض الناس ما بتشوفهاش ان انا كمدير فني ادخل مباراة عندي نوع من انواع هذا التحفز بشكل او باخر لغاية مضمن المباراة وابدأ العب بطراتي او انزل بنوع مش هقولك نوع من انواع الريسك لان يعني لعبت النادي الاهلي متعودة على 4 2 3 1 بقالها فترات طويلة فانت شايف خلينا نكلم من النادي الاهلي شايف ان 4 2 3 1 هي الانسب في مباراة المريخ بداية من المباراة او انا شايف من بداية المباراة نبدأ 4 2 3 1 نستثمر الحالة الفنية الجيدة جدا لأفشة ومحمد شريف بعد ما تشوفاركو والاحمد عبدالقادر في مركز الجناح والسويتش اللي بيحصل لما أفشة بينزل على الاطراف لما بينزل على الطرف واحمد عبدالقادر بياخده الكرة من نص الملعب ويستقبل الملعب بوشه هي دي الحالة للأهلي دايما بيكون خطر في الهجمات عكس ما انا كنت بلعب 3 4 3 اه احيانا بيبقى افشة يعني عائقلية قدام بعض المهام الدفاعية بس هنا بقى الخلطة للمدرر اللي بلازم يعملها ان انا عندي اعتقد في جيل 98 لحالتك تتذكر حازم امام حازم امام كانت يعني كان كابتن جوهري طبعا بيدي ادور الملعب دفاعية كلها بس اعتقد كان اكثر تحررا من المهام الدفاعية هو حازم بالضبط حتى حسام حتى كابتن حسام حسن احيانا كان يعني يدوره ان هو يضغب بعرض الملعب او ينزل لحد نص لحد ما يسلمه للديفنترات ولكن حازم امام معروف ان انا عايز حل واحد بالكورة لمسة او لمسة او ثلاث لمسات هو مش عايز من كابتن حازم امام في الموقف ده اكتر من كده ده 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 ما عجد افشة بالزبط احنا شوفنا مجد افشة قادر ان هو يجمع اللعب في مات شفاركو كل الخطورة كانت منه لما بينزل ريشة كده على الاطراف بيديك حتى عمقه في وسط الملعب يتحرك في احمد عبدالقادر يبني بيدخل جوا واحمد عبدالق من نوع اللاعب اللي لما بيشوف لما بيستلم الملعب بوشه عايز روح بيستقبل الملعب بوشه بتبقى كله خطورته وهو كمان عنده قدرة ان هو يقطن بدي بيلعب بيمينه وشماله بيعرف يروح للمدافع ويرقصه بيدي الكل اللي انا بحكي الحاراتك في ده بيدي لمحمد شريف مساحة كبيرة يجري فيها في الملعب ومحمد شريف من نوع الاستراكرات اللي بيحب المساحة بيحب اه طبعا مساحات يتحرك فيها لانه بيحب ياخد الكرة من الحركة بيحب انا شفت فريغ المريخ كابتن عنده سرعات كبيرة جدا في定ت الهجومي في مبارات الهلال على واجها التحديد كان عنده سرعات كبيرة في كبيرة فريغ المريخ ما يكون assumption ما عملش فرص كتيرة قدام الهلال بس اعرف يسجل هدافين ناسي مش متذكر اسم اللاعب ال deme هو اللاعب ايس اعصر كده رابط شعره. خطورته في الثالث الهجومي اي خطورة المريخ في تلط الهجوم. فريغ تقدر تقول انه يختلف شونان في بيه الأداء الاحتفاظ بالكورة أنه ممكن جدا يبني من تحت ولا هو معتمد أنه بيدافع بشكل كويس ويستغل السرعات للكاونتر أتاك ده هو هيعمل ده هو هيعمل عمتشين الأهلي أو لو لعب ماتش الأهلي في القاهرة والماتش الثاني في القاهرة يلعب ماتشين الأهلي بالنهج ده كابلو أعتقد أنه يعمل كده هو أنا بتهالي هو مش عايز من ماتش الأهلي غير نقطتين لو خد النقطتين دول هيبقى بيلعب مجموعته كلها على نتيجة إيجابية مع سانداونز وفوز على الهلال ويبقى ضمن التأهل تماما في مجموعة بالنسبة له معقدة ومتشابكة هو عارف أنه لو عرف يحصل نقطتين نقطة ونقطة يخلصوا صفر صفر يخلصوا واحد واحد بس هو عارف أن المجموعة كلها تتحسن في ماتشين الأهلي هو بالنسبة له كل حساباته منصبة على ماتشين الأهلي يعني كأنا شايف دي من الجولات المهمة وشايف أنه تسجيل هدف مبكر في المباراة القادمة دي هيفتح المجموعة جدا للأهلي لأنه هيحسس المريخ أنه الخصم أقوى منه بكتير وده الواقع إنما أنت كلما تتقدم في المباراة وتدخله معك في الجيم وتخليه عقد الملعب ويعمل تغيرات دفاعية يلعابك كورتولية يجبرك على اندفاع بدني معين أعتقد أنه كل ده مش في صالحك فأعتقد أنه يعني إن شاء الله يكون محمد شريف موفق في المباراة دي تحديدا على مستوى الإنهاء لأن أعتقد أنه هيبقى فيه تركيز كبير جدا من الأطراف محمد هاني وعلي معلول على الإرسال العرضيات لازم محمد شريف يعني يبقى هادي ومش متوتر أعتقد الجنة اللي جابه في فارقه جنبة كيفية كويسة كهداف بيحسسن أنه دخلت تاني في الموت بيتهيقل أنه الجنة دوت لازم يحسن محمد شريف أنه السترس يقل شوية إن شاء الله حسن حسن لو خد فرصة في الشروط التاني أو من بداية المباراة يبقى بيسجل عشان نبقى متطمنين تماما على الأساسي والاحتياطي فبتالي المباراة اللي جاي دي حسمها مبكرا وعدم ترك الفرصة والمساحة للعيبة المريخ إن هم يلعبوا لعبهم أو يجرونها لستيلهم دي أهم حاجة المرش الجاي كابتان وإذا طبعا كلارك المدير الفني بتاعهم هو طبعا أشاد بالنادي الأهل كتير جدا وقال إن أنا طبعا بنقابل أفضل الفرق على مستوى الأفريقي ويمكن أشاد طبعا بأليو ديانج وبنجوم النادي الأهلي فكمان أنا شايف أنه برضو حرب نفسية أنه بيديك نوع من الطمأنينة ومحل الأداء بتاعه مصر ومحل الأداء بتاعه مصر فبالتالي زي ما احنا نقول محتاج تركيز طيب موسيماني أكيد في سيناريو للمباراة أنت شايف بيبدأ بالقوة الضربة زي أنت بتقول ولا بيكون كمان سيناريو الشوت التاني ومهم جدا نادي الأهلي مباراة كتيرة جدا رجع في الشوت التاني هل هيكون فيه أوراق على الدكا يقدر موسيماني يشتغل بيها ويغير من شكل المباراة لو فيه الشوت الأولاني وفيه بعض التعاطف حراز الأهداف يعني هو على مستوى الدكا يعني يعني على مستوى الدكا يبقى أهم عنصر هو العنصر اللي هيفقد من خط النص بين حمد والسلية وديانج العنصر ده هيكون أهم عنصر هيوفر لك حلول كتيرة في الملعب ففرضا أنه بدأ مثلا مثلا بحمدي وديانج وأن كنت أتوقع أنه هيسيب ديانج عدك أنا متوقع ده متوقع أنه هيسيب ديانج عدك فهيكون السلية بالنسبة له حل لعيب رقم 8 هيتفعله الملعب لو المريخ فعلا يعرف يطلع على الشرط الأول مثلا صفر صفر عنده حلول تانية أنا من أنصار أن المتش دوت يتلقي لعب فيه يعني يبقى فيه دور لي كريم فؤاد فيه مثلا على سبيل المثال ما يبقاش بدأ أساسي بس يبقى حل دايما وموجود لأنه أنا محتاج أن علي معلول يكون دايما في نقطة بعيدة في الملعب فإحنا عندنا محمد هاني لو رجع في عمق الملعب ولعبت ثلاثة مثلا وعلي معلول الفضل قدام تاني اللي جابها بتاعته بتاعت أحمد عبد القادر تبقى خطيرة طول المرش أعتقد أن أنت هتبقى كل كورة عندك خطرة ده من ناحية من ناحية لو هتستغل كريم فؤاد نفسه باكلفت لأنه هو بيعرف فيه لعب باكلفت تحتاج الكريم فؤاد تحتاج سرعاته وفي نفس وقت ما تخسرش محمد هاني في الباكرايت سيناريو تاني ممكن جدا أنا بقول له عارتك كل سيناريوهات بس أنا محتاج علي معلول أهم من نقطة عندي أن الطرفين واحد منهم لو واحدة يرحل اللي هو ممكن يبقى محمد هاني علي معلول يبقى على طول على الخط مستني تمريره عبد القادر أو عبد القادر يؤطن به ولازم برضو يكون فيه بالانس شوية طبعا إحنا عندنا قوة ضربة من خلال علي معلول لكن كمان لازم يكون فيه بالانس من ناحية الهجومية يعني ممكن محمد هاني يشتغل بالشكل أكتر شوية كريم فؤاد زي ما أنت بتقول ممكن يبقى يلعب بتلاتة وراء وكريم واخد دور زي تقريبا دور علي معلول بدل من ناحية شمال يبقى ناحية المين التنوع ده موجود بشكل كبير وزي ما أنت قلت هو نهاية الهجمة نهاية الهجمة لازم تكون مطمرة لنادي الأهل ونقدر نحط منها أهداف وتكون الموضوع بالنسبة لنا طول ما الماتش هيكمل سفر سفر أعتقد ده كمان هيخرج لعبة النادي الأهلي عن تركيزها إن شاء الله طيب عايزين نشوف بقى المجموعات كلها ترتيب المجموعات أربع مجموعات نشوف المجموعة الأولى ونتكلم مع أحمد ونشوف الأقرب طبعا للتأهل من خلال طبعا الترتيب اللي هنشوفه مع حضراتكم عضراتكم عارفين أنه طبعا دي المجموعة الأولى سانداونز بسبع نقاط المريخ السوداني أربع نقاط النادي الأهلي نقطة واحدة ونادي الهلال السوداني بنقطة واحدة طبعا مع يعني فيه مباراة يعني من يتأهل يا حسن؟ يعني أنا متخالف الآخر أول وثاني أول وثاني سانداونز والأهلي الثاني ماشي المجموعة الثانية الرجاء مازولو نشايف عندنا فاقستيف وحورية كونك فاقستيف وحورية كونك الأعرب أنا متخالر الرجاء وفاقستيف الرجاء وفاقستيف المجموعة الثالثة ترجي شباب بولتداد ونجم الساحلي وعندنا مين الرابع؟ جوانين جالكسي حصلت المجموعة حتى الآن جوانين جالكسي عندنا المجموعة دي بها فعلا معقدة جدا جدا لأن كل فريق طبعا الترجي متآهل أول يعني أنا متخالف الترجي هيتآهل أول لكن فيه يعني هو الأول والثاني يعني فيه كل فريق عنده لسه أمال بس أنا متخالف الترجي هيتآهل أول من غير تعقيد كمان المنافس على الثاني والثلاثة كوب من بولتداد ونجم الساحلي بولتداد بيستثمر البنع على الوصول لربع النهائي السنة اللي فاتت رغم الخسارة المفاجأة من الترجي أو الريمونتادة اللي عملها الترجي عليه السنة اللي فاتت النجم الساحلي عنده ضافع كبيرة وإن كان أهضر فرصة مهمة جدا لأن نكسب جالكسي دوت في ملعبك هتفرق جدا في مصارة المجموعة أهضر فوز كان في المتناول بهدف سازج في الدقائق الأخيرة أعتقد المجموعة دي متشابكة جدا يا كابتن بس خلينا نضرب الوضع كما نقول الترجي والنجم الترجي أول والنجم التاني مجموعة الرابعة طبعا مجموعة اللي بتدوم النادي الزمالك بيترو الوهندا طبعا في المركز الأول سبع نقاط الوداد بست نقاط زمالك بنقطتين وطبعا السجرة ده ده بنقطة واحدة الأقرب أول وتاني انت شايف لسه إن شاء الله بإذن الله يكون فيه فرص للنادي الزمالك لأن نتمنى طبعا كل الفرق تتمسل مصر على المصطلق أفروضك وتوصل لأبعد نقطة شايف المجموعة دي إزاي ومين أول وتاني في المجموعة يعني الكلام الديبلوماسي برضي وأخasuresنا نقول إن الزمالك على حسن نتيجة مطش الوداد مطش الوداد ده هيفتح المجموعة خالص للوداد وأو هيدخل الزمالك في الجن بقوة فأنا توقع بيترو incleteco والوداد ووهالوداد الثانية بيترو اتلتكو هيكسب سجراد المطش الجايد لا pearl Languageっていう, اضمن بالنسبة له مركز أول وهيعرف يعني أنا متخايل بيترو اتلتكو لأن عندك لعبة برزيليين وبرتغاليين ولعب مطش كبير وقدم الزمالك هنا كان ماتش منظم جداً جداً ولعب ماتش أجمل على الوداد في أنجولا يعني متخلن بيترو أتليتكو والوداد أول وثاني بس يعني فيه ماتش في المغرب بتاع الوداد دو لو الوداد عارف يكسب بيترو أتليتكو فيه ممكن يطلع أول وماتش الزمالك اللي جاء لحد المجموعة بس خلينا نمشي نقول بيترو أتليتكو أول ووداد تاني طيب لسه عندنا كلام كتير جداً جداً لكن هنروح لفاصل دلوقتي ولا طيب نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا الرائع مع الناقض الرياضي أحمد مجدين أهلاً بحضراتكم مرة تانية برحب بك أحمد معنا في البرنامج ومن خلال حتى وإحنا داخلين كان فيه شايفين مبالغ كبيرة جداً وأرقام كبيرة جداً بتكسبها الأندية الأوروبية من بيع لعبة الأكاديميات عايز ياخدني دوت لكاريجر طبعاً أسطورة ليبر بول والتصريح يعني اللي تلع به بالنسبة لتجديد عقد محمد صلاح والتعم لتنين قال لي محمد صلاح تبقى مجنون لو مشيت وقال ليبر بول تبقى مجانين لو مشيت محمد صلاح شايف حنوصل لصيغة التعاقد إمتى وهل فعلاً محمد صلاح يعني أنسب له وأفضله البقاء في ليبر بول يعني آه أنا شايف السؤال الأخير ده أجابته أيوة ببساطة أحياناً العمر بيفرق الوقت اللي أنت بتبقى فيه آخر عقد آه بيفرق لأنه مش هيحقق محمد صلاح من باب الوقت تقصد من باب الوقت مش من باب أي شيء تاني هو عنده الدافعية ولما تسأل على الموضوع دوت قال أنا أنا أكمل بعد الأربعين عادي ما فيش مشاكل بس الموضوع أنه العقود لو أنت عايز تحصل أكبر ربح مدي حالي النسبة أقول 80% اللي هديك العقد الكويس دلوقتي دوت اللي عنده الدافع أنه هديك العقد الكويس دوت هو ليبر بول دلوقتي إلا لعشان أنا شايف أن في المركاتو اللي جاي فيه ثلاث صفقات ماشيق مع بعض يا كابتن زال بازل كده مبابي هلند صلاح صحيح كل صفقة من دول هتتحرك في حتة هتأثر على الصفقة اللي بعدها فلو مبابي مثلا تحرك من باريس سندرمان هنا محمد صلاح فعلا يقدر يتكلم في ورقة مساومة وفي حد في بعض التقارير بدأ تحرك إلى حد ما شبه رسمي من بي أس جي لأن مبابي خلاص ممكن يكون فيه طريق لريال مدريد فخلاص مبابي ها يمشي يبقى التفاوض مع محمد صلاح ممكن يكون جاري فيه خلال الأسابيع اللي جاي بالضبط وهلند من ناحية التانية الفريد اللي هيختاره غالبا ما بين بارشونة وريال مدريد ممكن الصفق الجاي ممكن هايلند ما ينقلش الصفق الجاي ممكن يتنقل الصفق اللي بعده وإن كان ريولا عايز الصفق الجاي لأن الناس بتحاول تعمل صفقات كتيرة في دوافع في أسبانيا حتى لو أنا مش مصدق قوي أن بارشونة يعرف يمول صفقة هايلند بس لو ريال مدريد عرف يمول صفقة هايلند هنا هيأثر جدا في أن هايلند ممكن ما يخليش ريال مدريد يندفع بنفس الطريقة على مبابي فمحمد صلاح في الوقت ده الأمور هتتقفل عليه في ليفر بول ففيه صفقات زي البازل كده ولكن أنا شاف القرار الأنسب وأعتقد اللي صلاح عايزه أنه هو يقعد في ليفر بول قال كده صراحة بالمبلغ اللي هو رسمه اللي هو أعتقد أنه هو محمد صلاح لو حصل على 350 ألف سترليني في الإسبوع لو كل المفاوضات انتهت على كده أعتقد لو أعلى مبلغ في ليفر بول دلوقتي واحد من أعلى المبالغ إن لم يكن الأعلى مش عارف بالزبط لا هو الأعلى هو الأعلى هيكون الأعلى في ليفر بول ولو محمد صلاح ومحمد صلاح بينشطوا ال500 ال500 يتخليه أعلى لعب في الفريمير ليجو وده القيمة اللي هو يستحقها ما عندناش أي شيء السنسي بتكلم على تدعيات معينة وظروف معينة احنا كلنا نتمنى ما ياخد مليون لكن هو فيه ظروف معينة وانت بتتكلم على موضوع السن إنه ممكن ليفر بول يقولك لا خلاص انت موجود معنا لغاية 2023 واعتقادي السنة اللي جاية الأندية اللي هتدفع المبلغ ده هتكون قليلة بشكل كبير والمشكلة أنه قدام صلاح ورقة زي العيب زي جدون سانشو مثلا والعيب زي كريستان رونالدو في مانشستر رونيتد واحد صغير جدا وبياخد أكتر منه واحد كبير دلوقتي بينه مسيرته وبياخد أكتر منه والاتنين بياخدوا أكتر منه بشوية حلوين يعني مطالبات صلاح أعتقد أنها منطقية ولكن محمد صلاح القرار لازم ياخده بروية شديدة زي ما احنا متعودين منه القرار لازم يتخذ بروية شديدة وفي الوقت ده أحيانا 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 بيبقى ضغطك أنت على الوكيل أنا متفاهم قصة أنه إحنا في 2022 اللعيب والوكيل هم واحد أنا متأكد من ده ولكن أحيانا بيبقى رغبتك أنت كلعب كرة قدم أن الوكيل في الآخر عايز مصلحتك كاملة بس هو مش أنت في الآخر مش أنت في الآخر محمد صلاح عايز أنا متخيل أنه جوه منه رغبة أنه يحقق الأسطورية الأكتر في ليفر بول أنه ما يمشيش من التجربة دي إلا هو أسطورة النادي الأولى أو يقدر يبقى من أساطير النادي الأول لو قعد في عقدة خمس سنين وخد بطلتين ثلاثة كمان محمد صلاح يتحط على سطر واحد مع إيه نرش ومع دالجلش خلاص دخل كمان في حتة تانية خالص وأنا كمان مع منطق أنت خلاص أعتقادي أنه كمان البريميال ليج هو الدوري الأفضل لمحمد صلاح من خلال إمكانياته وأن محمد صلاح مع ليفر بول والثقة الكبيرة للجماهير في محمد صلاح ده أسط ده رصيد يعني ده يتحسب كمان جزء من الفلوس ما كانت محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ما كانت محمد صلاح لجماهير ليفر بول والنقطة اللي أنت قلتها مهمة جدا أن كمان تواصل أو تواجد محمد صلاح في ليفر بول مع السنين اللي جاية هيحطم أرقام كتيرة جدا بفوز ببطولات فكل ده في صلاح في حاجات ده بيعتبرها فلوس يعني ده هنا حاقد 500 هنا حاقد 300 لكن ممكن أبني على 300 ده عمر كامل وعمر وكتاب التاريخ فده مهمة أكيد محمد صلاح يعني إن شاء الله يتوصل للحل الأمثل ده هياخدنا لمباراة ليفر بول كاس الاتحاد الإنجليزي وكانت مباراة اعتقد البعض بعد نهاية الشرط الأولاني إن ليفر بول حيفوز بالنتيجة كبيرة كان فايز 2-0 ولكن نوريتش كمان رجع للمباراة في الآخر وقدر يحرز هدف شفت المباراة إزاي من خلال سياسة يورجون كلوب مع تغيير شبه كامل في الفريق ولكن يبقى ليفر بول كان هو الأفضل من خلال المباراة يعني نقطتين مهمين جدا في مواتش ليفر بول خدت بالي منهم يا كابتن إنه من الضروري جدا وجود سيستم فيه سيستم أنا حسيت إنه بغض النظر عن الكواليتس بتاعت صلاح وماني وفيرمينو وجوجوتا واجتماعهم كلهم في الملعب أنا لقيت نفس العناصر دي بينفزها مينامينو على سبيل المثال شامبرلين لقيت العناصر مش مفتقدة قوي في الملعب وده معناه إنه في سيستم بدأ اللعيبة دي تنتهجه سواء بقى من حيث الضغط الشرس في مناطق الخصم سواء من حيث التحول السريع سواء من حيث التمريرات الطولية كل ده لقناه يتعمل وإن كان بكواليتي أقل النقطة التالية يا كابتن غير السيستم إنه يبقى عندك عمق في التشكيل ده اللي يورجين كلوب فعلا وفره لليفر بول ليفر بول حتى في أشد فترات معاناته كان عنده لعيبة بكواليتي ستيفن جيرارد وسواريز وفرناندو توريس وكان عنده كذا لعيب في نوقات كتيرة من الملعب ما فيهمش لعيب قليل ولكن اللي عمله يورجين كلوب واللي خده بمشروع طويل الأمد وده مهم جدا يا كابتن إنه يبقى فيه مشروع طويل الأمد بيشتغل على المدرب إنه أنا بحط مثلا عنصر زي شاكيري مثلا تلات أو أربع سنين ماكملش تقريبا تلاتين ماتش ولكن كل مرة كان بينزل شاكيري فيها كان بيعمل فرق ولو على مدار عشر دقايق ولو على مدار ربع ساعة لما شاكيري حاس إن ده كتير قوي على الكارير بتاعه وإنه يبقى على الدكة مدة طويلة جاء طرح لعيب زي مين أمينو ومعنى إن مين أمينو ينزل بعد الفترة دي كلها مثلا من عدم المشاركات وينزل يجيب جنين ويحسن في كاس الاتحاد الإنجليزي بتقال إن ده معناه إنه في حالة يعني سيطرة على غرفة الملابس بشكل عام كل اللعيبة بتنزل بتبقى قادرة إنها تقدي المطلوب منها وأكتر وده اللي ما يزمنش ليفر بول بالنسبة لي وبإذن الله ليفر بول يمشي في نفس الطريق لأنه لو خد كاس الاتحاد الإنجليزي وأضافوا الكاس الرابطة اللي لسه واخدوا من الأيام يقدر على الربعية؟ يقدر طبعا عن الربعية؟ لا متاحة جدا يعني ليفر بول من أقوى لأنديها في أوروبا في الشك الدور الإنجليزي مش بعيد خالص يعني في المتناول مش بعيد آه جوارديولا ممكن يعمل العشر ما تشطر اللي ما بيتغللش فيه من ده لأن يوم السبت كمان مباراة مع وسط هم مباراة مباراة مهمة جدا في تحديد في تحديد إذا كان الصراع سيستمر للنهاية أم لا يعني وماتش ليفر بول وأرسنل اللي تأجل ماتش ده مهم ماتش ده مهم جدا لليفر بول يعني المسار التصعودي اللي بدأ فعلا يتكون من بعد ماتش انتر ميلان على وجه التحديد لو فضل المسار التصعودي ده أعتقد ليفر بول ماشي في سكة أنه الدور ده هيكون شبيه بدوري 2018-2019 اللي فضلوا ينفسوا لحد ما كانوا يجيبوا 300 مقطة هما اللي اتنين تقريبا لا ده بيتغلب ولا بيتعادل ولا ده بيتغلب ولا بيتعادل فبيتهالي المنافسة همت حاليا بالنسبة لي أقوى في لئتين كورة ممكن في أوروبا كلها مع تشيلسي وبايرني ميونيخ وريال مادري يعني دي من أقوى الفرق في أوروبا التنفس بالليفر بول ماشيس لو كنا بنتكلم على أقوى الأندية في أوروبا فأكيد كمان يورغن كلوب من أقوى المدربين على مستوى العالم ما فيه الشك عامل أداء أكتر من رائع مش السنة دي خلال السنين اللي فاتت ويمكن السؤال اللي سألتولي أحمد هل قادر على الربعية هل من أهداف ليفر بول فعلا حصول على الربعية نشوف يوجن كلوب قال إيه على الربعية ويعني التنافس باستمرار واللحاق بمان سيتي على مستوى البريماليك كمان الربعية هذه رواية رائعة لم يسبق لفريق إنجليزي أبدا أن يتوج بالربعية هل هذا صحيح؟ أمر صعب للغاية حقيقة لقد فزنا بكأس كارباو ونحن خلف سيتي في الدوري وسنواجه نوريتش سيتي بعد اللعبنا لمائة وعشرين دقيقة يوم الأحد ثم سنلعب ضد ويست هام الممتع في عملكم أنكم تحسبون النقاط قبل أن نلعب نحن المباريات ولكن علينا أن نلعبها على أي حال لذا فنحن لا نفكر حتى في هذه الخواطر المجنونة نرغب فقط في التحقق من أن الشباب لا يكون بالقدر الكافي لمواجهة نوريتش بشكل جيد حسنا الفريق الوحيد الذي يمكنه الفوز بالربعية هو نحن لأننا فزنا بالمسابقة الأولى ولكن حتى السيتي بكل الجودة التي يتمتعون بها في السنوات القليلة الماضية لم يتمكنوا من الفوز بالربعية هذا يقول كل شيء تقريبا لأنه يوجد العديد من الفرق مرة أخرى يعد البدء بنوريتش بالفعل أكبر مشكلة لدينا ثم نتحدث عن وست هام وكل هذه الأنواع من الأشياء ولا أعرف حتى من سيأتي إنه أمر صعب حقا ولهذا السبب لا أحد يجب أن يخمض أي إثارة إنها الحقيقة فقط الحقيقة للفوز بشيء ما هو أنه عليك التركيز على الخطوة التالية وإلا فسوف تكافح هذا ما نفعله دائما وهذا ما نفعله فالجزء اللي هو أتكلم فيه عن تجهيز زي ما قلنا في الوقت ده من الموسم انت بتحتاج بقى العيبة اللي زي هارفي إليوت وبتحتاج مينامينو وبتحتاج اللعيبة اللي هي ما أخدتش فرص في الأول لأنه هيجي مش انت بس محتاج أسبوع ترايح محمد صلاح لأن ده بيدمن لك أن محمد صلاح مثلا هيكمل للآخر بس هو محتاج رايح أسبوع واحد هو حنام فيه العيبة محتاج رايح أسبوع مش أكتر اللي هو حنام لما بنسمع حضرتك مدرب كبير لما تلاقي العيب غاب مثلا بشكل مفاجئ وما فيش إصابات ورجع تاني أسبوع وتبتلي الصحافة تتكاهن إن كان فيه مشاكل بينه وبين المدرب أو لا لا أحيانا بيبقى العيب فعلا محتاج رايح أسبوع محمد صلاح سافر الكاميرون في مشقة ما بعدها مشقة بعد كده لعب الدور الأول في كل ماتش في مدينة بعد كده سافر الدور الثاني كل ماتش في مدينة كل ماتش 120 دقيقة لعب ماتش زيادة أو ماتشين زيادة عن أي فريق في التقوي ويسافر بعد ثلاثة أيام لعب ماتش في ليفر بول ومطلوب منه يبقى توب فورمي دايما بتهيق لي عقل ذهنيا محتاج يفصل أحيانا بيبقى الفصلة دي محتاج أسبوع محتاج أيام صحيح نفس الحل نبي كيتا نفس الحل سادي وماني نفس الحل بقى اللعيب اللي بتتحطي ضغطي وهو يجب ان كلوب خبير في النقط زي ديت يعني عنده مجموعة وعنده كروب يشتغل على النقط دي بشكل أكتر من رائع عارف إمتى محمد هو بيحس كمان خلي بالك المدرب بيحس والعلاقة ما بينه وبين اللعيب علاقة تسمح لمحمد صلاح أنه ممكن يقول له لا أنا محتاج أريح ثلاثة أربعة تيام ممكن جدا يدي محمد صلاح يومين ثلاثة أجازة حتى في وسط السيزن لو حس أنه ده هيبقى إفادة للفرق أخلال المشوار اللي جاي فده أكيد عايز أخذك بقى يا أحمد ليه توتنهام توتنهام مع كونتي أكيد ماشي بشكل أكتمر رائع لكن متزبزب في الأداء حتى على مستوى الدوري بيكسب المان سيتي بعدين بيتغلب تاني لكن خروجه من ميدلس برا في كاس الاتحاد كان كمان مفاجأة لكتير من الناس بس أنا استمتعت جدا جدا بأداء ميدلس برا في المارش ده يا كابتن يعني تمنيت لو كان عندنا مسابقة مصرية في الدرجات التانية والتالتة بتفرز أندية بنفس القوة تواجه فرق الدوري الدرجة الممتازة ميدلس برا عمل يعني غير التنشن وغير الأجريسيفتي لا لعب كورة حلوة الولد اللي سجل هدف عنده عشرين سنة تقريبا مستلم الكورة ودايس فخط تفعته تنهام ورفع عين وحطت في المقص يعني متأسس كورة صح يعني ده الأول حاجة جات في بالي وأنا بتفرج على المباراة متأسس كورة صح حتى للفرق دي بتبقى موتيفيشن عالي جدا بالضبط بس غير الموتيفيشن يعني الكلام كان في كورة كان في كورة تتلعب من ميدلس برا على ملعب تاريخي برضو يعني ميدلس برا من الأندية اللي لما نزلت فقد الدور الإنجليزي تاريخ كبير جدا والحاد الوقت يومها مش عارفين يرجعوا الدرجة البريمير ليج يعني البريمير ليج ولكن على ما لعبهم بالأجواء دي وتذكرت أيام شوقي وميدو لما كانوا بلعبهم في الناد دول لكن كان نادي منافس بدرجة كبيرة ولاب فيه مدرب المنتخب الإنجلترا الحالي ساوسجيت ولاب فيه نجوم بحجم داونيج من الأندية اللي بيش لاب فيه يعني أسامي كبيرة جدا في تاريخ كورة القدم الانجليزيات وتسامي زي مع الحالتك بتتكلم مع كونتي وأحيانا بحس ان دي سيمت كونتي أشماشي معك على نفس النمط واضح ان مشكلة كونتي واضح ان مشكلة كونتي وإحنا بنستكشف كونتي إنهن بنستكشف كونتي كده لأنه هو ما يدينا فرصة للاستكشاف إن تجاربه كلها مختلفة في تجربة مع يوفينتوس مهيمن ومسيطر على الألقاء في إيطاليا وفي تجربة مع إنتر عارف يناطح يوفينتوس وياخد منه الكالشيو وفي تجارب تانية في تجربة زي مع توتنهام دلوقتي وفي قعد سنتين براكورة في منتخب إيطاليا عايز يرجع لليورو فكل التجارب فعلا مختلفة تقدر تقس بها مدارب زي أنتوني كونتي واضح إن المشكلة عند كونتي واضح إن هي المشكلة في الأجريسيفة الإيطالياني ده العصبية والروح القتالية دايما يعني مستمرة بشكل كبير بيجي وقت إن العملية دي خلاص بتسقط أنا بحس إن إيطاليا عايزة مدرب ده إيطاليا عايزة مدرب التنشن على طول عايزة مدرب الصعب عايزة مدرب اللي يستنفر جسم اللعيب بالحركات اللي زي دي ولكن إنجلترا موضوع معقد فيها دي النقطة يعني إنجلترا زي ما قلت لحضرتك كابتن في أولى نفل المنافسة عالي جدا ثانيا من ثالث اللعيب هو عايز المدرب يبقى زي ما حررتك كلمت عن يورجين كلوب كده يعني معاه على نفس الخط صاحب وصديق ومؤهل نفسي ومدرب جيد ولكن مش محتاج دايما يكون المدرب يعني حتى جوارديولا ما يعب عليه مثلا في إقدارته المانشستر سيتي أو في إقدارته البيرنيمونيخ وبرشلون وكل ده إن العلاقات الإنسانية قليلة جدا عند جوارديولا ولكن تصريحاته مثلا يعني ده ممكن ودينا للمواتش منشستر سيتي في كاس الابتال اللعب هو فيه بيتربورج الإشادة العارمة برياض محرز في المؤتمر الصحف بعد الماتش بشكل مفاجئ يعني اللي هو بشكل مفاجئ أحيانا يقولك إن لا فيه خطوة ما مدروسة أنا معرفش أنا مش جوا غرفة ملابس منشستر سيتي بس أنا متخالي إن كل الضغط اللي بيقع على رياض محرز من أول الموسم وفي حين إن الراجل جاي 20 جون هو تاني على فكرة أكتر لعب تسجيلة للأهداف بين الأندية الإنجليزية بعد محمد صلاح بس داد محرز مجهود وضايع في القيل والقال الصحف اللي دايما والمشادات اللي مع جورديولا والتعليمات العنيفة أنا الأول إن المؤتمر الصحفي يكون كله عن محرز مفروش بالورود وكلام حلو عن محرز وإحنا اللعب ده أنتم مش شايفينه ده دي النقطة اللي بكلم حارتك فيها كابتا كنت لما كان مثلا بيتكلم على أمور تخص لعبي إنتر ميلا في بيوتهم ده كان أمر ضغط جدا أنا متخالي إن ما كانش ينفع أنت يعني شايف أن كنتي أكيد مدير فني رائع ولكن الروح الزيادة والحماس الزيادة ممكن تتماشى شوية مع الدور الإيطالي وليس الدور الإنجليزي اللي ليه طبيعة خاصة جدا وليها منافسات خاصة جدا وليها يعني سيستيم أعتقد مواضح جدا أن طبعا يوجن تلوب هو شاب ده ودرس ده بشيء أكتر من رائع لكن تعالوا كمان نشوف كنتي ونشوف كمان اللي قاله أحمد هل الدور الإنجليزي مختلف تماما عن الدور الإيطالي هنشوف كنتي قال إيه بالنسبة لهذه النقطة وكمان خسرته في كاس الاتحاد الإنجليزي كما قلت من قبل الفوز بكؤوس في إنجلترا صعب للغاية حاليا من السهل الفوز بألقاب في أوروبا مقارنة بإنجلترا وذلك لأنك تدرك أنك عندما تلعب في ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي أنك تواجه فرق مقدمة التي بإمكانها أن تلعب في نهائي دور أبطال أوروبا أو الدور الأوروبي تلك هي الفرق التي تواجهها في النهائيات المنافسات العالمية من المهم أن نواصل المسيرة في هذه الكأس لا تستهين ببلوغ توتنهام لنصف النهائي لأن النهائي كان بين تشيلتسي وليفربول مما يعني أن بلوغ نصف النهائي في هذه الحالة كان إنجازا طيبا لتوتنهام إنها مسابقة رائعة وكنت محظوظا في السابق بالوصول إلى النهائي لعامين متتاليين أود الاستمرار في هذا التقليد مع توتنهام خاصة بالنسبة لللاعبين وخاصة الجماهير والنادي لكنك تعلم أن هذا الكأس ليس بسيطا أو سهلا علينا مواجهة ميدلس برا مباراة صعبة ميدلس برا أقصى مانتستر يونيتد من هذه المسابقة تعرفين كثيرا أن ميدلس برا ميدلس برا أقصى مانتستر يونيتد من هذه المسابقة طبعا زي ما أحمد أكد أنه هو طبعا كنت بيقول الكرة الإنجليزية مختلفة تماما والفوز في أحد المسابقات في الكرة الإنجليزية صعب مقارنة بالدور الإيطالي أو بأي دور تاني فده حياخدني للصراع يا أحمد على البريمير ليج وطبعا الصراع ما بين الصنائي خلاص أصبح صنائي ما بين المان سيتي وليفر بول بس يعني تعالوا نشوف مع بعض الجولة الثمانية وعشرين من البريمير ليج مباريات يوم السابت اللي جاي هتكون إيه ومن خلالها كمان نقدر نناقش أحمد دور طبعا يعني اللي جاي إن شاء الله بالنسبة للمحمد صلاح واللحاق بالمان سيتي ليستر سيتي طبعا أمام ليتز يونيتد أستون فيلا أمام سارس هامتون نيو كاسل أمام برايتون ناريش سيتي أمام برينفورد بيرلي أمام تشيلسي وولف هامتون ضد كريستال بالاس وليبر بول في مباراة صعبة مباراة كبيرة أمام وست هام يونيتد يوم الحد إن شاء الله واتفورد هيلعب الأرسنال والمان سيتي أمام المان يونيتد طبعا مباراة كبيرة جدا إن شاء الله يوم الحد ستة مارس يوم الاتنين فيه كمان توتن هام ضد أفرتون أحمد مباراة قوية جدا ولكن تبقى مباراة وست هام أو ليبر بول وست هام مباراة نقدر نقول فيصلية في صراع القمة على الدورة الإنجليزية يعني طبعا فيصلية والفيصلية الأهم منها برضو منشستر ونيتد ومنشستر سيتي بعدين الماتش مهم جدا من الضروري الليفربول لو عايز فعلا يحط الضغط أكتر على منشستر سيتي للضغط اللي بدأ من الجولة اللي فاتت بالنسبة للصحفيين ولينا كلنا وإحنا كمتابعين إحنا شاكفين الفرق ستة بالنسبة الليفربول هو عارف الفرق ثلاثة وعارف الفرق ثلاثة وعارف إن فيه منشستر سيتي جاي فبالنسبة له اللقب في المتناول فمن الضروري إن انت تفضل على الحلقة دي تلعب قبله لو لعبت قبله يبقى الضغط عليه هو لك لازم تكسب وتكسب بعرض كويس والخصم اللي اسمه الخصمه واستهام لما يبقى واستهام بقوت واستهام وبأداء كويس السنادي وسلسية وسناية أنتونيو وسعيد بن رحمة ونجم واستهام السنادي أعتقد إنه منشستر ليفربول عنده تحدي كبير إنه يكسب بعرض كويس مش يكسب بس ولما يكسب بعرض كويس وياخده الثلاثة نقطة اللي هي الأهم يحط الضغط قدام ماتش كبير جدا لمنشستر سيتي أمام ماتشستر رونيتد بتبقى الحسابات فيه مختلفة حسابات ديربي مدينة كونتشستر واستهام كمان كسب ليفربول في الدور الأولاني وكمان ماشي بشكل أكثر من رائع ويمكن من خلال المؤتمر اللي عمله يوجن كوب قبل ماتش نوريتش قالك إحنا نلعب نوريتش لكن كمان عندنا واستهام بعدين واستهام الرائع بوصف يوجن كلوب يوم السابت فبالتالي مباراة كبيرة يعني مباراة لها حسابات مختلفة أكيد وهدفها زي ما قلت لحررتك تخفيف الضغط من عن ليفربول وتصدير النحة التانية وده اللي بيحصل بقى في الأمطار الأخيرة أو في الأمطار المهمة من مسابقات الدوري بين الخصوم اللي بقى المستوى بينهم ما فيش فروق كبير يا كبير صحيح كمان قدامك قدام السادة المشاهدين ده مشوار فريقين ليفربول وستهام لغاية دلوقت في الجولة لغاية الجولة 28 طبعا ليفربول لها بـ 26 وستهام لها بـ 27 الترتيب طبعا ليفربول من مركز التاني وستهام في المركز الخامس 60 نقطة ليفربول 45 لـ وستهام الفوز 18-13 التعادل 6-6 ليفربول طبعا هزمتين مقابل 8 هزائم لـ وستهام الأهداف 70 ليفربول أحرص 70 هدف خلال الـ 26 مباراة لكن وستهام 46 هدف عليه 20 ليفربول ولكن وستهام 34 أرقام يعني أرقام بالنسبة لـ وستهام بيقدي موسم أكتر من رعب شهادة كل المداربين تتوقع مفاجأة في المباراة هل تكون في مفاجآت في المباراة بالنسبة مفاجآت سيئة بالنسبة لنا أو بالنسبة ليفربول لا أعتقدش الصراحة يا كابتن أعتقد ليفربول ماشي في شكل تصعودي ويورجين كلوب عرف يدير مرحلة ما بعد كاس الأمم الأفريقية وعرف يدير مرحلة كاس الأمم الأفريقية بحيث ما يفقدش فيها نقاط والحظ أسعافه لما جاتش مباراة صعبة جدا في الفترة دي عارف يرجع ساديو ماني فت عارف يرجع محمد صلاح قدر الإمكان فت الفريق ماشي كويس في دور الأبطال حقق أقفوز مهمه قدام إنتر ميلان نفسيا دخلوا الموسم من الباب الكبير لما أكسب إنتر ميلان ما فيش توتر فيش توتر منشستر سيتي عنده نفس الشيء كاسبان 5-0 سبورتينج لشبونا فهاجز دور الأبطال والضغط بتاعه لحد أبريل بره دماغي لأنه لما ببقى فيه حاجة قريبة أحيانا لعيبة بتفكر في القريب ده عكس مثلا ريال مدريد احنا شفنا التعصر قدام باريس سندرمان عمل إيه في الليجر والتفكير في باريس سندرمان بيخليه يتعادل 0-0 يكسب في آخر الدهائي زي ما حصل في الإسبوع اللي فات قدام رايب ليفربول قدامه يعني مفاجأة ولأن كانت المهمة صعبة قصاد ميشيل أنتونيو قصاد سعيب بن رحمة قصاد بابلو فورناليس قصاد جاروت بوين قصاد لعيبة كتير جدا أثبتت أن هي قادرة تلعب في التوب ليفل ودلوقتي عايزة تلعب في التوب ليفل في أوروبا مستوى أعلى ويا حبازة لو دخلت البيك فور اللي هو مش بعيد خالص عن واستهام في ظل ما بيحتلل مركز الخامس طبعا قايمة بأفرز هداف الفريقين خلال طبعا مشوار الدولة للإنجليزية كيد محمد صلاح كمان وزي ما أنت بتقول يعني كلها وباين بتتكلم على بتتكلم على مهاجمين قادرين حتى على إزعاج خط بهر خوي جدا لليفر بول بس يعني لو في أقوى خطوط دفاعه في لفر بول دلوقتي فعلا في لحظة انسجام مثالية بين الأزهرة أرنولد وروبرتسون اللي بقالهم باللوقتي أربع وخمس سنين بلعاوه بشكل منتظم مع بعض وجود هارف إليوت خليبالك الاثنين المدافعين دول أو المدافع اليمين والباك اليمين والباك الشمال لليفر بول من أفضل الأسست على مستوى البريمالي كله مستوى القرى الأوروبية بشكل عام بالزبط وفي فاندايك وماتب ماتب مستواه السنادي علي جدا جدا بالنسبة لهم فكرة وعارف زي ما بيقوله المثل بتاع من جور السعاد يعني هو بالزبط دل حصل بصراحة ماتب اللي عام له السنادي وبره كمان مهامه الدفاعية إنه دلوقتي كمان ماتب بقى بيتحرك يعني بيطلع أمطار كتيرة بالكرة تجرأ ما كانش بيعمل كده أنا فاكر هو ييجي الكرة يتخلص منها بسرعة دلوقتي خاد تقريبا زي ما أنت بتقول ثقة من طبعا بيلعب جنب فاندايك وفيه عنصر اسمه كوناتي كوناتي برضو كوناتي مهم وجود كوناتي والسعي لما فيرجل فاندايك لو حارتك تتذكر الموسم بتاعه خلص السنة اللي فاتت وحكم على موسم ليفربول إنه يخلص يعني في الوقت دلل اللعيب أهمية فاندايك لعيب مهم جدا وكان فيه سعي كبير إنه هم يجيبوا كوناتي من من ليبزيك صحيح كان هدفه العمق في التشكيل اللي احنا بنتكلم عنه ده كمية بقاش عندي اتنين باكات تقال وبيطوروا كل حاجة تمام واحد يتصاب الدنيا تفك مني خالص لا لازم التالت اللي قدعد الدكة أول اللي بدور بينه وبين العابة التانية وبيستغلوا كل موش وكناتي عنده كورة كويسة كناتي فيل التحامات السنائية هادي مش منفعل اللعبة دي من أنضف المدافعين من حس التدخلات من حس التدخلات ما بيتحصلوش على بطوار بيكسب السنائيات بدون فاول معنا يا أحمد دلوقتي ترتيب طبعا البريميال ليج المان ستي طبعا بستة وستين ولكن يبقى طبعا مباراة الليبر بول بستين نقطة تشيلسي في المركز الثالث خمسين نقطة المان يونايتل في المركز الرابع ستة واربعين وستهام في الخامس بخمسة واربعين نقطة أرسنال في المركز السادس بخمسة واربعين نقطة المركز السابع توتنهام بثنين واربعين نقطة وولف هامتون في المركز الثامن باربعين نقطة نكمل الجدول في المركز التاسع ساوز هامتون بخمسة وثلاثين العاشر برايتون بخمسة وثلاثين حداشر كريستال بلس بثلاثين نقطة ليستر سيتي في المركز الاثناشر بثلاثين نقطة أستون فيلا في المركز التلاتاشر بثلاثين نقطة نيو كاسل يونيتد في المركز الاربعتاشر بخمسة وعشرين نقطة برينتفورد في المركز الخمسة وعشرين نقطة ليدز يونيتد في مركز 16 ب23 نقطة يبقى الرباعي الأخير إيبرتون في المركز 17 ودي قفزة اللي أبقى سابعة لإيبرتون بعد ما كان متزيل دوري أو ترتيبي للدوري دلوقتي في المركز 17 ب22 نقطة الثمانتاشر بينلي ب21 نقطة 19 واتفورد ب19 نقطة المركز الأخير نورد سيتي ب17 نقطة عايزين نطلع فاصل سريع يا أحمد لسه بعد الفاصل عندنا كمان على مستوى كاس إيطاليا وكاس ألمانيا نتكلم على كاس إيطاليا وكاس ألمانيا مع نجمنا المواقد أحمد مجدي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد برحب بك مرة تانية معنا وعايزين نخش على كاس إيطاليا طبعا مبارات مبارتي قبل النهاء الزهاب كانت مباراة قمة ما بين الإنتر وميلان وطبعا ليوفينتوس وفونتينا نبدأ بالديربي المعتاد ديربي الغضب ديربي الغضب صحيح ومباراة ما بين الإنتر وميلان يعني مباراة لأنها خلصت صفر صفر بس كانت مباراة حافلة بالندية كابتن وإن كانت زي ما كنا بنقول الحالة المريحة اللي مثلا ليفر بول ومنشستر سيتي في إنجلترا ما خليهم داخلين المباراة دي في البريمير ليج أهدى لأنهم الأمور هادية في الشامبينز ليج العكس تماما بيحصل في إيطاليا العكس لأنه الصراع شرس جدا 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 في الكالشو وكل تعصر ممكن كل لقطة بتفرق في الترتيب فالنهاردة نابولي المتصدر بنفس الرصيد مع ميلان الوصيف وإنتر الثالث على بعض نقطة الجولة الجاية ممكن الثلاثة دولة يتشقلبه كان نقول من الجولات اللي فاتت كان بعيد كان الرابع بدأ يبدأ الثاني بدأ الأول وبعدين الميلان كان الثاني ميتسحب واحدة واحدة ودخل المربع الزهبي دلوقتي كسب آخر مباراته ثلاثة اتنين وفيه تقلق رهيب من فيلاهوفيتش بالنسبة للماتش ميلان وإنتر عشان نرجع له إن كان ميلان صنع الفرص الأكتر وكان بشكل ما أخطر في المباراة بس إنتر ميلان مع سيموني إنزاجي عنده ثقافة اللعب على الهجمة المرتدة فريق شارس جدا 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 في المرتدات وأعتقد أنه ببعض التدعيم وتصغير سن العيبة أنه على كل ده بيعتمد على العيبة بعمر الزيك وأليكس السانشيز مثلا على سبيل المثال لو خد صفقات السنة الجاية بالشكل المرضي ليه وعارف ينفذ الطريقة دي وعارف يطلق العيبة شباب أعتقد إنتر ميلان من أول السنة الجاية كمان عنده فرصة أنه يطلع في ناس اقتصاعد كبير جدا جدا خصوصا لو جابها الدفع مع الزيك صحيح خلي بالك الميلان كان عنده يمكن كان عيب الميلان زي ما تكلمنا حتى على النادي الآلي أمام صندوز كان عنده عيب نهاية الهجمات أكتر من 6-7 فرص متاحة للميلان في فترات متتالية يعني مش في أزمانك كثيرة من خلال الشوت الأول للشوت الثاني ما قادرش يحرز الهدف في حين كان فيه خطورة جدا من الكانتر أتاك بالنسبة للميلان أنت قلت أن الصراع القمة في الدوري مأثر عليهم شوية أنت شايف حتى الصراع الدوري أنت شايف من خلال متابعتك للثلاث أندية دول الأعرب من اللي ينفوز بالكالتش فعلا العملية متضربة والمستويات غير كمان الصعوبة كابتل عارف لو حسابية معقدة وفي نادي فارق قوي في الأداء هقول لحضرتك تمام بس يا القصة أنه نابولي مثلا المر بأسابيع سيئة جدا انتهت بالربعية الصحاقة من برشلونة في الدوري الأوروبي كان متوقع مثلا أنه ينزل على لاتسيو يتعثر برضو منهار يكسب 1-0 ويتعادل في الدقيقة 88 وماتشا يتجي في اتجاه التعادل وفجأة يجيب جنف دي 94 فالدنيا يعني فيه تفاصيل متزبزبة في الكلشيو ومخليها الحكم صعب وإن كان أنا متخيل أن يوفينتوس مش هيسيه بالتلاثة دولة نفس الوحدهم يعني أنا المتخيل اللي طلعها واحدة واحدة دي وبقى فرق سبع نوع دلوقتي عن المتصدر أنا متخيل أن العملية لأ يوفينتوس بقى خص من الشعب ده مختلف يعني ده مختلف عن التلاثة دول يعني قصة كلها لو بتتكلم في ماتشين وهو عنده مباريات حاليا مع اثنين من الثلاثة أعتقد مش متذكر من اثنين من الثلاثة بزرعة السماعات اثنين من الثلاثة فيقدر أنه هو ينافس أكتر الفرق مش بعيد لسه نحن على بعد 12 جولة من الختام فيوفينتوس هيكون رقم صعب سواء أنه يدخل بنفسه أو أنه يحدد اللي هيتوج باللقى بالكلشيو السنة دي بقول لحبارتك التوطر ده توطر منعكس في نص سنة بشكل عام 0-0 في الماتش دوت و1-0 في آخر ثانية بأونجول في ماتش يوفينتوس وفيورنتينا يعني ففيه لأ في جو مكهرب في إيطاليا بشكل عام مختلف عن الراحة اللي ممكن تلاقيها في كسر تحليقيني انت شايف أن الجري مع يوفينتوس قادر أنه يرجع تاني كان بعيد أوي وانت قلت لوقتي بدأ باللوقتي الكرة كده بيتسحب سنة سنة بغضوء الأداء بيتحسن نتائج بتتحسن في زل الصراع مع طبعاً السلاسي الأمامي تفتكر أن لسه عنده أمال ولا هو يقولك أنا أتواجد من الثلاثة الكبارة على أساس السنة الجاية بقى موجود في الشام لا يعني هو اللي إيطاليا كلها بتتغافل عنه دلوقتي أن يوفينتوس لسه عنده فرصة لتحقيق سلاسية المحلية أن يوفينتوس مرماش الفوتة في الدوري في نص سنهائي وهو الوحيد اللي كسب في نص سنهائي كسل الاتحاد وقدر السنة الجاية يعني يقدر يلعب بالشكل ده على السوبر وإنه لحد دلوقتي لسه في الشامبينز ليج متعادل واحد واحد مع فيها ريال وقدر يكون بسهولة في ربع النهائي عنده فرصة كمان يحقق أربع ألقاب الخطة اللي اتخبطها يوفينتوس مش بس برحيل كريستيانو رونالدو برحيله في الوقت ده من الموسم رحيله في أول أسابيع يعني خاد ماتش من أسبوع خاد أسبوعين ودخل الفترة الإعداد مع يوفينتوس وفجأة لا نقلقه في مانشوصل رونيتد والفريق بيبني بشكل تاني مختلف حتى وإن كان ده يعني في التحليلات لطلاف مصلحة الفريق أوقاتها كنا بنقول ده مصلحة الفريق وبعض اللعبة تلقى يتقل إحنا شلنا يعني أهم رونالدو من علينا وإحنا هنعمل أداء ولكن من الواضح ده العملية صعبة يا كابتن حتى بس لو اختلال التوازن المفاجئ ده يعني مثلا همثل ببرشلونا مثلا برشلونا جمهور ببرشلونا عرف إن مثلا تشافي ماشي على الطريق السليم بس الموضوع استلزم منه شهرين شغل حتى ومن غير يعني واحتاج صفقات واحتاج كذا فكرة إن انت تغير فجأة نجم الفريق والطالب قط اللبس إن هي تتشكل بشكل جديد مع مدرب شخصية بحجم أليجري هيدخل على قطة لبس هو مقدر إن فيها رونالدو سدخل بأتيتيود معين مطالب إنه الحاجات دي بتفرق جدا يا كابتن في فرق الكرة فأعتقد إن نص أكتر من نص الموسم كان كفاية أن يوفينتوس يتعافى شوية من تدعيات راحي رونالدو وخصوصا بوصول فلاوفيتش فلاوفيتش لما وصل وبيسجل من أنصف الفرص يعني مش سهل إن أنت مع يوفينتوس في الأول خلص كنت تسجل أربع هدف في سبع مباريات وعنده هدف أسرع هدف يمكن كمانت شامز ليك بعد خمسين ثانية خمسين ثانية وحللهم المشكلة بتاعت تزبزه بالمستوى التهدي في بنكوسين وفي عروض من برشلون ومشاستر نايتد يعني فيه كذا فلاوفيتش ريح يوفينتوس من صداع كبير جدا وأعتقد إنه زي ما قلت حارتك يوفينتوس سيكون رقم صعب الموسم ده في إيطاليا سواء بتحديد البطل أو بالنوع يكون البطل نفسه طيب إنت وإحنا بنتكلم على الكاس إيطاليا بنتكلم على اليوفينتوس بنتكلم على الميلان بنتكلم على الإنتر على فرونتينا لكن نروح لكاس ألمانيا اللي غايب عنه الفرق الكبيرة زي دورتموند زي باير ميونيخ يعني أنت شايف إزاي الأربع الفرق اللي وصلوا للدور قبل النهاية بالنسبة لكاس إيطاليا لكاس ألمانيا آسف يعني إحنا بنتكلم على يونيون وبرلين وليبزيج وبنتكلم على فرايبورج وبنتكلم على هامبورج على هامبورج بالضبط أسماء فيها كمان ثلاث فرق بتلعب في البوندز ليجة 2 في الساكند ليج هل ده اختلاف ثقافة بالنسبة أو اختلاف أهداف بالنسبة للناس يعني للفرق الكبيرة على مستوى الدوريات يعني إحنا شفنا كاس الاتحاد وكاس الربطة لا فيه منافسة ما بين الطوب تيمز أنا لما كنت في ألمانيا لا بتحس إن الكاس ألمانيا ممكن ما بيكونش هدف واضح للبايرن لدورتموند بيكون فيه مفاجآت كتيرة يعني بنتكلم على هامبورج بيلعب في البوندز ليجة 2 وصل الدول قبل النهاية بتتكلم على عدم ساند باولي لحد من فترة قريبة لحد ما طلع بالضبط عدم وجود بايرن عدم وجود دورتموند الفرق الكبيرة مش متواجدة انت شايف شايف ده ازاي أنا شفت المفاجأ الأكبر إن مونش انجلان بخب مش في دور التمانية يعني بعد ما تكسب بايرن مونيخ خمسة صفر في الآخر تطلع خالص وإن دورتموند ما عرفش يستغل راحيل بايرن مونيخ عن البطولة مبكرة من دور الستاشر بس أنا ممكن أكون يعني الفيجن يعني مختلفة شوية عن حضرتك يا كابتن في نقطة بايرن لا بايرن دلوقتي الحالي بيدخل عايز ياخد كل حاجة بقاله سنين كده والمنافس اللي بيطلع بقش وكده اللي هو دورتموند بيحاول يخلص عليه بدري فاللي حصل كان مفاجئ فعلا السنة دي ممكن تأثر بس بنجلس من لسه في أول موسم ليه وأن فليك بشراسة فليك بالمنطلق اللي كان فليك عمله في فريق بايرن مونيخ لا يعني هزيمة 5 صفر بشكل وكدغلب 4 من 5 4 2 من 3 أسابيع في البوندس ليجا لا الحاجات دي ما كانتش وردة بيتهقل مع فليك بتهلي كانت فريق نسخة شرسة جدا ما خلاني أنا متوقع أن ألمانيا تبقى بطلة العالم 22 وعشرين بين زفرين يعني بسبب الشراسة اللي بيلعب بها في لك ولكن احنا عندنا فرصة كويسة فرصتين كويسين اللي بيقدم مستوى كويس رابع البوندس ليجا الفريق الباني مشروع كويس جدا يقدر دلوقتي يحقق بطولة على مستوى البطولات الكبيرة في ألمانيا وده عشيء كويس جدا يحسب لي يحسب لمنهج والتدريب الشاب اللي بيفرخ مدربين زي ما تكلمنا كابتن في الحلقة اللي فاتت عن عليه التفريق للمدربين الشباب من طبعا كاس ده كاس روا طبعا وزي ما بقول متقدم على هامبورج لحد مع هامبورج بالزبط كاس روا كمان بيلعب الاتنين بيلعبوا في الساكن بوندس ليجا لكن طبعا كاس روا كمان كان من الفرق الكبيرة جدا جدا ويعني وانا خطي بلعب كان فيها كاس روا وطبعا من الفرق الكبيرة وهامبورج من أفضل يعني هامبورج من أهم الأسماء أهم الأسماء أهم الأسماء وجودة في تاريخ الكرة الألمانية لكن طبعا كانت مباراة جلدزي جلدزي هدف كبير للأندية الألمانية السنة دي يا كابتن صحيح مهاجم مهاجم ممتاز جدا هو اللي يجيب الجون التاني طبعا زي ما بقولك هو كمان بعد بعد التقدم 2-0 رجع هامبورج وتعادل 2-2 لكن يعني بدربات الجزاء طبعا ثلاثة اثنين اه دي طبعا ضربة الجزاء مصدق الحارس جلدزي جلدزي اللي يجيب التاني عطا طبعا هي مباريات خلي بالك مباريات قوية جدا جدا وزي ما بقولك يمكن دي بتبقى يعني فرص الأندية اللي ما عندهاش فرص لما تكسب تكسب الدوري بيبقى هدفها الكاس على طول والكاس زي ما بنقول دايما فيه مفاجآت حتى على مستوى على مستوى كاس رابطة الاتحاد الانجليزي او 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 دايما بيكون فيها مفاجآت كبيرة جدا وزي ما بقولك من اكبر مفاجآت طبعا عدم موجود الفرق الكبيرة زي بايرن زي دورتموند دربات الجزاء بقى والدربات الترجحية والتركيز الكبير من اللعيبة والتموح بيختلف يا حمد تموح بيختلف بالنسبة حتى ما بقولك دي فرص ان حتى فريق درجة تانية يكون عنده فرصة للحصول على كاس ألماني ويبدأ يطلع على المنافسات الأوروبية ده بيبقى حلم كبير جدا جدا يعني نتمنى زي ما قلت لحراتك ان الفرق اللي عندنا في الدرجات التانية يبقى عندها الفرص دي ولو على سبيل العدل العدلة الكروية انها هتنطح الفرق الدوري الممتاز كنت بقول لحراتك ان هامبورج ممكن يرجع من الباب الكبير هو حاليا رابع في الدور الدرجة التانية يقدر يتقاهل ولو خد بطولة معها هيقدر هامبورج تبقى عودة من الباب الكبير ان انا راجع بطل لكاس ألمانيا ورجعت تاني ولكن انا شايف المهمة صعبة وشايف ان ليبزيج مسألة وقته وهيكون متوج هو المرشح الابرز دلوقتي طبعا لكن انت زي ما بتقول من الاهداف طبعا لهامبورج زي انا بقول لك هامبورج من تعارف اهم الاسماء الموجودة في كرة ألمانية نادي في محمد زيدان فيه من العبا المصري فيه بشكل كبير وطبعا احنا قدامنا كمان لايبسيج لايبسيج اللي بنتكلم عليه مهاجم نوكونكو ده مهاجم برضو من الاهداف العاجلة للعديد من الاندياة الانجليزية عنده ستايل كبير اوى كابتن بولكورا ما بيلعبش سترايكر كلاسيكي كده كل جوان نوكونكو بالشكل ده لا عنده عنده تكنيك عالي جدا اه تكنيك عالي جدا وبيقدر يلعب على الجناح خلي بالك دايما بيتبقى لايبسيج كمان محطة للبريميال ليج يعني دايما يعني يوجون كلوب باسس كويس اوي على الاندياة الالمانية ويمكن دخل كمان بيفكر في العناصر دي بيكون حتى العلاقات بتبقى سهلة لانتقال لها لكن زي ما بيقول لايبسيج طبعا بيلعب هانوفر والفوز اربعة صفر بربعية بتقول ان لايبسيج هو يمكن الاقرب في بالنسبة طبعا الاسماء المنافسين هو الاقرب للوصول طبعا للفوز بازيل بطولة يعني هي كانت تجربة كابتن تستحق ان هي تتوج بلاقب خصوان لايبسيج من سنتين بس كان في نص نهائي دوري ابطال اوروبا بنطح باريستان جرمان وبارني ميونيخ يعني اعتقد انه لا يعني من العادل ان التجربة دي دلوقتي تتوج ببطولة وممكن يكون خروج بارني ميونيخ والمبكر وبروسيا دور تمون فرصة يعني الطريقة اللي لايبسيج يحصل بها فعلا على هدية كويسة للعمل في اخر 3 أو 4 مواسم في الدور الألماني صحيح احمد بنشكرك بجد شكرا جزيلا على تواجدك معنا دايما بتشرفنا وبتنورنا ربنا يا خليك يا كابتن انا الشرف ليه دايما ان انا بكون مع حضرتك شكرا شكرا لك احمد على اللقاءات قريبا ان شاء الله هنطلع لفاصل سريع بعد الفاصل الناقد الرياضي والمحلل الاناليز طبعا متخصص في تحليل الأداء للفرع الأوروبية معنا محمد الباز بعد الفاصل